انتقلنا على ظهور الحيوانات والحمير ليس هناك سيارات ولا أي وسائل نقل بالمعنى الذي يتصوره الناس وصلنا صنعا قبل ما توصل السيارات وصلنا على المواشي قبل ما توصل السيارات النقل القادمة وبالذات في أيام الخريفة في أيام المطال مرض موجود لكن لا يوجد شيء اسمه علاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المعارضة السياسية لأئمة نتيجة عدد من المظالم وكذلك التحاقه بما يسمى ما عرف وقتها بجمعية الإصلاح في إب مع عدد من الماظرين لكن كان هناك ربما حادثة مميزة كانت أسهمت في تأجيج هذا الحصة المعارض تتعلق بقصة الأقداح أو أنه تولد الأقداح الدفن يعني المدافن يعني نعم ما هي هذه القصة؟ شكرا جزيلا الأمر يستطيع أن لا نقول معارضة سياسية وإنما كان نوع من أنواع الرفو الرفو للظلم نعم ومقاومة الظلم والخطأ والجور الذي اتجهت الدولة أو بيت حمج الدين إلى ممارسته على الوالد وغيره وأمثاله من مشائخ الضمان والقصة تبدأ باختصار أنهم كانوا يتولون التعهد بجمع الزكوات من المواطنين الخاصة ببيت المال نعم فيكلفون بجمعها وخزنها في مدافن إما مدافن لديهم في القرى وفي أماكنها أو في مدافن الدولة حتى نعم وتظل عهدة عليهم إلى أن تطلب منهم إما عيناً لكي يستفاد منها في تغذية الجيش والاحتياجات والصرفها لبعض الموظفين كجزء من معاشاتهم أو إلى آخره أو أن تباع في الأسواق في فترة الشتاء قبل الموسم الجديد ويورد ثمنها إلى بيت المال نقدم هذه كانت مهمة الدفانين أو مشايخ الضامن لأنهم هم الضامنين والدي كان من هذا النوع ومن هذه المجموعة والذي حدث في فترة الاستقرار اتخذ من هذه العملية وسيلة لبدء التنكيد والمطاردة والهضم وما يشبه الانتقام من هذه الشخصيات وإضعافها بحجة أن لديها حقوق لبيت المال حقوق لبيت المال الأمر يتلخص في مسألة واضحة وسهلة وبسيطة لكنها في منتهى الخطورة وفي منتهى الظلم الذي يتبع كوسيلة للتنكيل بالناس من هؤلاء الشخصيات أنه عندما كان يطلب منهم إعادة بيع الزكوات العينية الحبوب الحبوب من الحبوب والذرة وغيرها كانوا يبيعها بالعهدى التي لديهم يعني الوالد كان عندها عهدى تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف قدح من مناطق مختلفة أو تعرف مناطق قد مناطق خصبة فيها خير فقالوا أن الحب عندما يقعد لفترة سنة سنة كاملة في المدافن يزداد تكاثر يزداد نعم بفعل الرطوبة أو شيء من هذا القبيل وبالتالي اتخذوا من فكرة الزيادة هذه وسيلة لمطالبة الدفانين بمبالغ زائدة عما تعهدوا به أو استلموه من الناس نعم وهذه هي كانت النقطة الرئيسية التي اتبعت في التنكيد والتنكيل بكثير من الشخصيات العامة طيب كيف قدروا أن القدح يزيد 7 هنفار؟ يعني أن القدح الواحد من الذرة عندما يبعد سنة في المدفن تزداد 9 هنفار نعم أو 7 هنفار وبالتالي عليك أن تحاسب عليها زيادة عما استلمتها عما هو ثابت عليك هذا الوضع كان مخيف ومزعد لنتصور أن أنت متعهد أو دافن لعشرة ألف وخمسة عشر ألف قدح فاحسب في كل قدح تسعة عشرة أنفار عليك تدفعها أنت إضافة يعني لو بعت كل ما تملك من مال وبيت ما بيكفي نعم كان في هذا الموقف الضريف ربما كان والدك مع عدد من المشايخ أو من الأصدقاء شاهدوا كلب هزيل نعم نعم هما بالفعل كانوا في خرجوا دوره على طريقة في اتجاه المشنة يعني فكان هو الزنداني والدعيس واللهبي وفلان وفلان وهم كلهم في وضع نفس الوضع وضع مزري فلما يشاهدوا الكلب فكل واحد منهم يتعجب قالوا تقولوا هذا الكلب ليش الذي حدث له الذي قاله مريض والذي قاله يعني كان مهمل والذي قال جاوع والذي قال فقالوا ما رأيك يا شيخ صالح أنت ما أقول لنا شو رأيك قال لشوفه لا هو مريض ولا جاوع ولا حصل لا شيء قالوا كيف قال شوفوا هذا أصله إنسان وكان في أول زمان الدفان مع الحسن ونكدوا عليه لو ما تحول إلى كلب بهذا الهزال وإحنا والله ما بيتركنا الحسن ولا بيتركنا بيت حمج الدين لو ما نمشي في الأرض مثل هذا الكلاب التائهة يعني كنوع من الشعور بالأساوى بالقهر وبالظلم لأن قهر الرجال تعوذ منه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه واحدة من القصص بعد سجن والدك والمشايخ في سجن جبريل كانوا يستخدموا معهم طريقة المد والجزر يطلبوه ويوقفه في مركز المحافظة لمدة شهر شهرين وفي النهاية يقول له طيب أنت هروح ورجع وبعضهم يستسلم ويظل أنه يبيع من ماله والذي عليه ويدفع الوالد كان من الناس العصاه في هذا الأمر على الإطلاق ما قبل يعني فكان فيه سجن معهم اسمه الجلالية سجن الجلالية ربما هذا بأمانة حتى نكون منصفين كان سجن مميز ما هوش مكان المجرمين والسرق والقتله وكذا لوجهاء الناس أشبه بنوع من الاحترام إلى حد ما وكانوا يقعدوا ويتجابروا مع بعضهم ويقضوا أوقات كثيرة ومن الطرف الذي حدثت أثناءهم في السجن يعني قصة يعني أشبه بإبداع أدبي لكن لها مغزى بعيد المدى نعم عن جبريل الذي يسجن وكفل على واحد وبعدين الكفالة حقه ما خربت رجعوا أرحم الراحمين سجناه مسجون لا ذرحين ولا رضيه ولا فتك عليه إلا لا يوم القيام نعم القصة تتلخص أنه جاء واحد سجنوه عندهم واحد من المحاقرة اسمه فلان المحاقري يعني السيد فلان المحاقري لأنه سيد جابه جنب المشايف يعني نوع من فالرجال شغلهم ليل ونهار وهو يتكلم عن أهل البيت عن فضائل أهل البيت وهو جابته ماء أخلاقية جابته ماء أخلاقية أنه يعني يتحرش بالطفل والمهم يعني إحنا بشر يعني نعم فالجماعة هما حق مزاج يخزنوا ينكتوا يقعدوا يتكلموا عن تاريخ عن أداب عن فك وهذا قعد شغلهم أعيوا يا كيف راجعوا هذا الرجال شغلنا يقولوا يعني كما لو كانوا يجابه خصيصا يقعد يعني ينكد عليهم فالوالد رحمه الله قال لهم اسمعوا نشتينوا خلصوا من الرجال هذا قالوا قال بس أنتوا عندما نجينوا نقعد في التخزينة قلوا اليوم الحديث للعودي ما عادوش لك يا محاقري اليوم الحديث للشيخ العودي فجاء قالوا لك خلاص طيب قالوا لا طيب اقتنع قالوا هات يا شيخ صالح ايش الحديث اليوم عنده قال انا معي لكم قصة غريبة وعجيبة قالوا ماهي قال جبريل محبوس حبسه الحمر الراحمين وما حتى عيفكه الا لا يوم القيامة قالوا له كيف الكلام هذا قال الموبع يتعلق ببيت حميد الدين نعم ايش اللي حدث قال قالوا الاتراك كانوا في البلاد يحكموها وكانوا يشربوا الخمر ويملوا الزنا ويظلموا ويعملوا كل الموبقات قاموا الملائكة تقدموه لانت ارحم الراحمين وقالوا يا ارحم الراحمين انت العدل وانت وانت الانصاف وانت الرحمة كيف تسمح للاتراك هذا والبغاها الطغاها الفجرة انهم يحكموا البلاد والعباد وبيت حميد الدين هذا والسادة من اهل البيت الطيبين الطاهرين المصليين الصايمين قاعدين يجاهدوا ضدهم وما تسهلش لهم انهم ينتصروا عليهم طيب فرد عليهم الرحم الراحمين المرها الأولى قال لهم شوفوا يا ملائكتي انا اخبر بعبادي لا تعترضوا على ما ارى فيعني وقفوا رجعوا لهما ثاني مرة ثالث مرة قالوا انت العدل لا بالما بالله رحمتك ارحم هؤلاء وانصف هؤلاء من هؤلاء قال لهم ان يضمن لي انهم ما يعملوش اعظم من الاتراك ويسرقوا ويزنوا ويفجروا ويظلموا ويعملوا قالوا لا انت يعني هم طيبين طاهرين قال لهم مش وقت الدولي ضمين دولي ضمين يضمن وانا مستعد يعني مادام قد انتم متوسطين خلاص فقالوا يعني من عا يضمن قالوا والله ما في واحد عنده خبره بأهل الارض قالوا لا جبريل يجالس يطلع وينزل فقدوا جبريل كتب ضمانة عليهم انهم لا يخلوا ولا يبطلوا وعادلين وكل شيء تمام فما بالله عمل الضمانة والجهاد قام والامامة قامت والنصر انتهى والاتراك تشردوا وصبرت الدنيا وانا الامور سابرة وكل شيء تمام قال دلحين قد تغيرت الامور الاتراك راحوا بيت حميد الدين استقروا دلحين بدأوا يظلموا وبدأوا يفجروا بدأ الظلم بدأ الخطأ بدأ الشرب بدأ الزنا وذلك يسمع المحاجرين واللواط وكذا المهم كل قالوا دلحين جاء ارحم الراحمين قال دعا الملايك قال هيا شوفوه قال قلت لكم اخبر بالعبادي او لا لا قالوا سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا قال ما عشوقت هذا او لا اين الكفيل الدول كفيل ساروا الدو جبريل وقالوا دلحين ما هو الحل قال الحل انت الكفيل عليهم والذي ضمنتهم دلحين الدو جبريل اللي عملوا للقيود والسرات وربطوه باب جهنم يبعد لا يوم القيامة عشان نكمل الحساب بينه وبين بيت حميد الدين قال دلحين جبريل المسكين مربوط ومراعي من يكفل عليه من يخرجه وبيت حميد الدين ظلمه وما ندري اما المتابة يحلها الله علينا وعليهم يعني يعني قصة فما بالله اسمع هذي المحاقري ولا زدد كلمه يعني وبز نفسه وانتقل وبجاء وشلوه شلوه بعدها بين المحابيس المجرمين والولا فخلصوا منه فهذه من ظن الطرائف التي تحمل بعض سياسي سياسي وعميق للوضع الذي عاشوا فيها الناس نعم بعد ذلك خرجوا وذهبوا لمراجعة الامام أو نائب الامام لكن ما استجابوش فالوالد ربما قال قصيدة وقتها كان البعض منهم انتكل بعض منهم انتكل لأنه باع ماله وما يملك من أجل أن يسدد الذي عليه فلس ايه وبعضهم مرتبط بالحبس وبعضهم صمم انه يرفق الوالد كان من ضمن الرافضين تماماً لأنه محرق لأنه كان بيشوف قال احنا اشتغلنا مع بيت حميد الدين وتشيعنا وطنياً مش تشيع عقيدة يعني لأنهم حاربوا الغزاة والأتراك ووالدها استشهد معاهم وهو خدمهم طول عمره وهو طفل عمره 14 سنة لأنه والدها استشهد وعمره 14 و 15 سنة وفي النهاية هي رجع ينكل به بالشكل هذا والله العظيم يا اخ احمد انتوا اللي يشاهد الحين الناس ممكن ما همش دارين ما با كان يجري والله ان احنا في بيتنا انا اصغر اخوتي اخوتي اللي بيهم اكبر مني وقتها وقتها وقت نعم عشرين سنة ونحن في هذه المحنة رايح جاي حق بيت المال عسكري سير عسكري عسكر مش عسكري حبس توقيف نهلة وشيء من هذا القبيل لكن الوالد رفض تماما انه يقبل انه يعطي شيء مهما كان نعم وتعبنا يعني تعب كبير جدا فكان من ضمن المراجعات الذي كان يطالب رفع الظلم هذا كان يشعر كان يشعر فكتب قصيدة للامام يراجع فيها هذا المظلمة وهي من اهم الوثائق التي يمكن ان يقرأ من خلالها هذه المرحلة التاريخية الامام احمد الامام احمد نعم يقول فيها بعض ابياتها اتذكرها يقول جلالة العادل بنا امامنا ابن الشهيد يعني احمد ابن الشهيد جلالة العادل بنا امامنا ابن الشهيد وأخه زين العابدين العالم البار الرشيد الموتين الحسن اللي هو النائب في إب وأخي زين العابدين العالم البار الرشيد وخزائنا العلم الشريف هل لكم رأي سديد في شنيعة مزرية تفطر خشاب الحديد القدح يولد حبوب تسعهم فارحة جديد نصها خامل سفيه رجس شيطان مريد قدمه مشروع إلى من لا يراجع أو يفيد قرره مذهبا عمموه مذهب جديد جوزها نائب إمام قال إذا المذهب يفيد قلت هذا ما يجوز إلا لجبار عنيد دفنت لكم حب الزكاة ما ليس هو الحب الحصيد يعني ليس حب من الجنة عشان يزداد دفنت لكم حب الزكاة ما ليس هو حب الحصيد هل يجوز بيع الفطير الرطل فيه رطل عصيد أداء وجه الربا هل يجوز بيع الفطير الرطل فيه رطل عصيد والتمر يبتاع بالرطب واللحم يبتاع بالقديد وعلى هذا فقس الزبد بالسن مجيد هالكتاب خامس نزل بعد قرآن المجيد أو نبي رابع بعث من زعيطة ومن ذويد أو نزل وحينه إلى أمي سعيدة أو سعيد أو ربنا ترك الأمل وما عاد شي يوم الوعيد ولم يعد فينا قريب أقرب من حبل الوريد أو ذاك إزرائيل قتل حن قلبي للوحيد لو كان معها عقف أسود من أهل الصنعاء أو زبيد أو جهنم مائدة مملوقة عيش رغيد والصراط لحم الكباش والحور غادات الرشيد ابحثوا يا أهل العلوم الطلب فيه لا شديد هذا السؤال اشتي جواب يكون قاسي أو مفيد غرامتي عشرين مئة وعاد الغرامة لا مزيد شوفها الغرامة عشرين مئة وعاد الغرامة لا مزيد لو وديت للكاشف مئة كان أنني دفان جيد لكن ظننت أن الحسن لمن خدم ركن المشيد فعكست المسألة وأصبح الحق البليد قد كنت قائد للجيوش واليوم للباطل قويد لرشي ولا أنا أرتشي وأنا مع الباطل عنيد عنيد ومع ذلك فلسوا من الحق ورفعوا البقاء عليه لأن البقاء البقاء غير التنفيذ يرسلوا مجموعين يقعدوا ويحلوا يحلوا لأنه قالوا أنا مقيد بالحديد مدار من العسكر بقاء وأنا مقيد بالحديد فاطلقوا ورفعوا البقاء وقالوا لها روح لكن ما ألغوش الرائع الرائع هذا الرائع وهذا الأمر ما أنتهى إلا مع قيامة طورة المباركة يعني هو تقريبا حتى من كثرة التنكيد أنهم شلوا عليه وادي وباعوا لحد ثان يأمروا بصيرة لا هذه قضية أخرى يعني شوف هذا جزء هذه وسيلة من وسائل التنكيد من الوسائل الأخرى أنه ممكن ينصبوا لك غريم يجي شارعك وهم يمولوا فيعني من ضمنها أنه شخص اسمه يعني بلاش أذكر اسمه لأنه من نفس المنطقة عندنا وهو من السادة من من يسمونها كذا فدبروا قضية أنه زوروا على والدي تزوير بيع بأفضل عينواله بأرض غير في بناء من ما تزيد على خمسين لبناء في بناء يعني لها قيمتها بأنه باع ما باع يعني رجال يستري وعلى حكم وحكم ويعني عمد الحكم هذا للأسف من القاضي محمد عقيل الإرياني وهو حاكم في النادرة وبعد ذلك الوالد ماذا فعل كان يحيي بن حمد عباس قدوه رئيس الاستئناف رئيس المحكم العليا في صنعها فأعتقد أنه عندما يطلع لا صنعها ويشتكي ويستأنف الحكم بيصلى عند صاحبها القديم وبينصفه وإلى آخر يحيي بن حمد عباس أو شو عنده قبل ما يصل الوالد وقالوا له سواء كان من قناعته أو ما وشي بوالدي عنده قالوا له أصر العودي هذا ما عادوش حق زمان المنحب لأهل البيت وكذا وكذا قدو في جمعية الإصلاح في إبعبو وقدو بيسبو أهل البيت ما عاد ب ما عاد يقدسهم ما عاد يقدسهم أيوة بطب فأول ما دخل عليها الوالد وتكلم معه باشرة مباشرة قال له يا عودي بيقولوا أنك بتسبو أهل البيت وأنك في جمعية الإصلاح في إب قال له أثناء من من يسبو أهل البيت ما تركت والدي شهيد في الشعب لليوم من أربعين سنة فإحنا يعني لسنا من هؤلاء ولن نكون لكننا ضد الظلم وضد الطغيان وضد الجبر والإكرار والتزوير وكذا إلى آخر فرد عليه بكلمة قاسية جدا يعني مؤلمة وأنا ذكرتها في كثير من كتاباتي قال له وهي كلمة شايعة كانوا يضموا بها أي إنسان عندما يضموا شخص مثل ما اليوم عندنا يقولوا الزنابيل وقنادي زمان كانوا يقولوا العود عودين يخلق من العود عودين أيوة يخلق من العود عودين عود كرسي للختمة وعود من دفي هاودي أيوة فرد عليه بهذا العبارة يعني شوف الله يعني يخلق من العود عودين فالوالد أصيب بصدمة عنيفة وانسحب من الموقف ولم يقول شيء على الإطلاق وعاد من صنعة إلى بيته وأثناء الطريق لم يصل البيت إلا وقت باع بصره فقد بصره فقد بصره نفسيا من القهر من القهر نعم قهر الرجال يعني وقعد في بيته وترك الأرض ومن عليها وخلاص إلى أن قامت الثورة يوجد قبل الثورة نعم فقامت الثورة واستشعر فيها حياته من جديد أنا من من يشهد على هذا أمام الله وأمام التاريخ أنه في اليوم الثالث من قيام الثورة يقوم يبزل البندق حقها الزاكي ويخرج ينصع يعني سمع خبرنا فيه ثورة فيه ثورة ثورة جمهورية أيها وبالذات بعد ما قتل يحب محمد عباس أيها وقتل ثاني يوم الثورة تقريبا أو ثالث يوم وخرج ينصع رجع له بصرة رجع رجع نعم يعني يعني فهذه من ضمن الوقائع والواقع أخرى بعده قدي بنفس الوضع نعم لأنه في السنة الأولى من قيام الثورة بعد كم شهر كان فيه لما بدأ الضغط على صنعها تسمع عن الزامل حق الغادر نعم هو ميلك الغادر ميلك نعم ودى زامل شهير جدا الذي قال فيه قال حيدة طيال أعلن وجاوب كل شامخ في اليمن ما باني جمهر قط لو نفنى من الدنيا خلاص ايه لو يرجع عمس اليوم والشمس تطلع من عدن والأرض تقرع نار ومزان السماء تمطر رصاص هذا الغادر ايه ومش هو الغادر الذي قاله علشان من أجل المشاهد والمستمع هو قال واحد اسمه الفقيش فلان الفقيش بس نسبه للشيخ ايه نسبه للشيخ فمتى قال الزامل هذا هذا قاله بعد حوالي سبعة أو ثمانية شهور من الجمهورية عندما هجموا على طريق يسلح وقطعوا الطريق نعم واستشهد الشهيد رحمه الله أحمد الكدسي قائد الوائب وهو من أبرز وأنبالقباط الثورة اليمنية نعم لأن الثورة اليمنية ثورة الأحرار كلهم لا تفرق لا بين هذا سيد ولا هذا قبيلي ولا هذا غيره فأحمد الكدسي هذا من أشرف رجال الثورة نعم وكان هو قائد الوائب فأثناء نزوله من صنعه إلى مقر عمله اعترض فيه يسلح وقتل وقطعة الطريق وجاب الغادر الرسل هذا الزامل نعم نوع من الاعتزاز والفخر أنه بان نقهركم بان نقضي على الجمهورية الثورة وعلشان أيضا للمعلومة يعني الإنصاف الغادر ليس ملكيا لكن هو مجرد العناد والمكابرة بين حاشد وبكي نعم لأن الثورة بدأت تدلع عبد الله بن حسين وهو عدو ورع عدو يعني وبيت الحمر لهم دورهم ولهم تاريخهم وهم قتلوا وهم وهم لكن أحس بأنه ميل الثورة والجمهورية اللهم أكثر من الحاشد أكثر من مكين فعناداً في حاشد ميلك نعم رغم أنه كان في السجن ولم تطلقها إلا الثورة شوف العصبية المتخلفة كيف تجعل الإنسان يتقمص ثوب غير ثوب نعم وغير حقيقته فالمهم أنه وطعت الطريق الوالد طلع أيوة أيوة قطعة الطريق فطلبوا نجه من المناطق الوسطى لأنهم هم مجمهرين الأوائل يعني يطلعوا يفكوا الطريق طلعوا من السدة من النادرة من يريم من دمت من إب فطلع ناس كثير إلى معبر وأمسوا في معبر والمفروض اليوم الثاني يزحفوا على على فتح الطريق نعم فجاولهم الزامل حق الغادر وصل لهم الزامل فأين من يدوروا والمسايخ يتكلموا والممال الذي عايف تحول ويحاربوا قالوا إحنا بكرة نطلع واش نقول الغادر بيقول كذا قولوا الوالد قالوا يا شيخ صالح شوف الغادر اش بيقول إحنا بكرة إذا نطلع نتحط الطريقة اش با نقول لازم يقوم على شيء نقوله فقال لهم الكلمة الاعتيادية بوسطاء الناس وعقالها قال لهم الصبح يصبح كل خير اتعالوا الصبح وبا نشوف في جوة الصباح قالوا إحنا منتهيين نشتي نقول نمسي ايش نقول قال شوفوا قولوا لكن لا تقولوا اش قال فلان قولوا قال البداء قال البداء سين من الناس زملوا قولوا قال البداء قالوا اش قال البداء قال قال قولوا يطيال السود توطي واركعي جمهورية لو تنزل السبعة الطباك اي لو نال عرش الله امام المدعي اوجه من الجنة على ضر الغر يعني رد تجاوز المحذور حتى في نظر البعض هذا ان الموقفين من اجل يفهموا الناس ماش قضية انه هذا قال وهذا رد لا اوجه الصراع العميق بين الماضي والحاضر بين الثورة والجمهورية بين الظلم والعدل بين الحق والباطل الى اي مدى كان يعبر عن نفسه بمثل هذه المواقف والكلمات التي تنطب معها الأحجار نعم والأشجار طفولتك رغم العمل المبكر وتحمل مسؤول المبكر لكن مريت بعديد من انتكاسات ربما انتكاسات فقدانك لوالدتك وانت ما زلت طفل يعني والدتك كان لها أثر كبير في حياتك يعني يعني ربما كانت واحد من الأسباب تحفيزك نحو الدراسة والتعليم كانت تقرأ وتكتب كانت يعني كيف كنت يعني حتى والدك يبدو انه تأثر برحلها يعني انت تقول والدي يعني احنا تأثر البيت كله لأنه كانت يعني مرأة يعني اشي يقوله المرأة وطن نعم والرجل ما برز دوره وثباته مع أولاده ومكانته إلا بفضل هذه المرأة وفضل مرأته الأخرى أيضا يعني لكن هذه بحفن أنها متعلمة ومدنية وكانت يجيد القراءة والكتابة فأصيد بنكسة كبيرة أصيدنا كلنا فبعد البعض ما توفت الوالدة رحمه الله أنا بقيت أشتغل بعدين في الأرض مع أخوتي لكن جهدي كان ضعيف لأنه أنا بنيتي ضعيفة فكنت تعب من الحرث في الأرض من كذا ومع ذلك كنت أنا أشتغل في جاءت فرصة أنه معنا غنم حقنا رائعي فلت وهرب من حوالي 30 و40 راس ما عرضي شرعة فقالوا ارعى الغنم فوجدت في رائعة الغنم متنفس جديد وهرب من الغنم لأنه أقل مشقة من الزراعة نعم فرأيت أربع سنوات يعني معي بكاليريوس في رائعة الغنم وهذه من أجمل وأهم سنوات عمري سواء في ارتباطي بالبيئة والطبيعة والاختلاء إلى النفس والعاطفة التي ربطت بيني وبين هذه الكائنات الجميلة والوديعة أو فيما يتعلق يعني استدكاري لكثير من التصورات الحياتية كيف يمكن أن أكون في المستقبل وماذا أفعل وما إلى آخر كان لها أثر كبير في الحياة بدايتك أنت أيضا كنت تذكر المعلامة معلامة صالح الغزالي المعلامة دراستك في المعلامة معلامة صالح الغزالي أيوة المعلامة نعم المعلامة هي كانت مرافق للظروف هذه كلها نعم وبالذات ما قبل رئية الغنم طبعا المعلامة عندنا تعرف سيدنا هذا معروف في اليمن كلها يعني ليس له أكثر مهمة أن يحفظنا جزء عام وأقصى ما يمكن أن نفعله هو بدأة الكتابة أن نكتب كتابة ضعيفة رجيئة في الألواح وكذا إلى آخر ذكرياتي معاها ذكريات لطيفة وطريفة في نفس الوقت من ضمنها من ضمنها يعني أنه كان رجل أجش السيدنا رجل كبير وكان نصف عاري يعني من هذا ونطلع ما عنده شيء هو عنده إزار نعم وكان خشن فكنت أهابه وأرعبه بشكل مرعب نعم لدرجة أننا كنت أحسد أخواتي في البيت الذين لا يقرأنا ولا يدروا عن المعلامة عن سيدنا يعني يشوف الفرق بين الذكرى التي ربطتني مع ابن خالي في السنوات في مدرسة الميدان وبين الصورة حق نعلامة سيدنا ومن أسوأ الصورة المؤلمة أنه كان عندما يتأخر واحد عن المعلامة الصباح يرسل طلبا يحضروه بالقوة يدوره ويحضر يرسل الواحد اثنين ثلاثة أعفات أعفات وهؤلاء يعني عساكر الإمام وقيش أهون منه أهون يعني فكانت يعني من الأمور من أطرف وأجمل الأمور في المعلامة أننا كنا بعد العصر بعد ما نتغدى نرجع وكل واحد معاه قرص قرم قرم قرمة صغيرة سميه عواف يعني فنقعد كل واحد يجيب حقه ويختلف القرص حق بن الشيخ غير القرص حق بن الكبار يعني هذا يجي فيه يمكن زبدة يعني تعرف هالأمور وتختلف حتى الجودة نعم فكنا نجمنا على قرص كلها ونفتها فوق يعني خرقة كبيرة وناكل مع بعض نأكل بعد ما نخلطهم مع بعض ونأكلهم وهذه العادة أنا لا أدري من أين جاءت بعد ما كبرت وبدأت أقرأ في التاريخ ذكرت حاجة لم تكن في الذهن أن القرامطة القرامطة عندما كانوا في سواد العراق يعني يعيشوا وكانوا عبارة عن جميع من الشراح والأجراف الأراضي فقراء كانوا يعطو خفز ناشف من من يشغلهم وبعدين كانوا يجتمعوا ويعملوا نفس الطريقة يفتوا يخلطوا الخفز الناشف مع بعض وهو يدقوا ويأكلوا مع بعض ويأكلوا مع بعض نعم فدولت للفكرة هل هذه هي لأنه هذه قائدة موجودة في معلامات والتعليم في القرى القديمة نعم فربطت الأمر بين الأمرين فهذه كانت من الأشياء الجميلة و يعني ما أكثر الأمور من ضمنها الأمور الجميلة حق المعلامة أنه ما بش عندنا أقلام حبر ولا حبر ولا أي شيء ولا بياض ألوح خشب ألوح الخشب وبعدين نستخدم مادة جيرية ننسح بها من معلمات ونكتب عليها اليوم الثاني نكتب ويقول الله وحد واليوم الثاني نمسح بالجير وهذه موجودة نروح الغير نمسح الدرس الأول ونكتب الدرس من أين نأتي بالحبر والجير نذهب إلى جبال بعيدة نعمل أولا تقطير للحبر من مادة الصبر نقطره وهو المادة الأشجار السنوبرية يعني الصبر شوك أيها ونقطره ومجرد ما أنك تقطره وتعيده أول ما يشاف يتحول إلى لون الحبر الأسود الذي لا يجارع على طول يعني والجير نجيبه من الكوف من كوف معينة ونستخدم فكنا نصنع كل شيء بأنفسنا الأقلام نجيب اليراع من السائلة أو من الشعب وننجففه يبس بعد ما يبس نصلح الأقلام بأنفسنا تكشط وتبرو وكنا ننتج كل شيء ذاتيا حتى الألوان تعرفنا على نوع الأشجار والنباتات التي عندما تأخذها وتقوم بعملية سحقها نعم وتعرضها للشمس لجعض الوقت تمزها فتقطر اللون الأحمر أو المداد الأحمر القاني جدا ونزين بها الألواح وإلى آخره فهذه كلها يعني خبرات وأمور مبدعة لأطفال من مكان مرتبط بالعملية التعليمية بمزاياها وبمتاعبها يعني هي كانت حياة أيضا فيها كثير من التنوع يعني كان وأطفال يعني كان فيه أيضا جزء من الأنشطة البينية نعم نعم وهي كلها مبنية من الطبيعة نعم نعم كان فيه تكامل بيننا وبين الطبيعة بدرجة عالية جدا من التداخل والتكامل حتى الأعمال الزراعية نعم كنا نقوم بأعمال جماعية لمعاونة بعض الفلاحين في التجميع بعض المحاصيل في حماية الجراد أي نجدة يطلب مننا نقوم بها نعم في كان فيه أيضا مرة من مرة تقريبا حاولت الهرب من منطقة أو مشيت فيه ليل وكان معاك شعلة وانتقلت إلى قرية أخرى كان فيه معانا البيت القديم حق الجد اسمها العدان هو عبارة عن حصن فوق القرية نعم والمعاقد بعيد عند البراس الوادي أي فكنانا أحيانا يدعونا من البيت القديم الذي فيه أخي محمد ووالدته ونحن نروح في الليل ومو في حاجة في واحد مريض ولا في شيء ولا في حادث لنوصل للقرية فإحنا نقوم في الليل نأمل نجيب مشاعر من أجل نستطيع ونمشي نلبي الداعي أو الغارة سواء في البيت القديم أو في القرية أو في أي مكان طيب إحنا في هذه المرحلة ربما أنت بدأت تفكر في موضوع الدراسة بشكل جدي بعد أنتهت المعلامة لكن بنقش موضوعك انتقالك للدراسة وذهابك إلى تعز في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة لا يسعوني لأن أشكر ضيفي الكريم الأسود دكتور حمود العودي ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرادوا أن يميزوا أنفسهم عن عامة الناس العرب لكي يكونوا هما سادة وغيرهم أقل شأن منهم باعتبار أنهم عرب وهو يعني في النهاية هما ربما أساءوا لأنفسهم أجت الكوليرا أجتاحت المدرسة أصيبت المدرسة بالكوليرا في ماتوا عشر طلاب في المدرسة بالكوليرا فأنا كنت من ضمن المرشعين كبديل عن الذين ماتوا بالكوليرا كان في داخل المدرسة حركة للبعث وفي حركة لحركة القومين العرب وأنا بدأت أشعر ب يعني نوع من الاستيقظ من بعض الزملاء وأنا قدمة كبير يعني يعني 14-15 سنة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر